موسيقى مرة جديدة من حييكم مشاهدينا مباشرة من برنامج هنا منحكي من منصة هنا لبنان نحن اليوم بـ 14 أيلول ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل هذا الاغتيال الذي هز لبنان ولكن تبقى ذكرى بشير الجميل قائمة حتى اليوم ويبقى اللبنانيون يتذكرون هذا القائد أيضا يتذكرون العشرين يوم التي أمضاها كرئيس منتخب للجمهورية اللبنانية وكيف تبدل حال هذه الجمهورية نحو الأفضل في هذه العشرين يوم ولمناسبة هذه الحلقة نصطديف قائد القوات اللبنانية بين العامين 84 و85 الدكتور فؤاد أبو نادر أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بدنا نشوف روبرتاج عادت وزميلتنا جاني رحمة عن بشير الجميل كان المخططون لاختيار الرئيس بشير الجميل يدركون أنهم يختلون لبنان وإمكانية قيام دولة لبنانية قوية لسيما بعدما استفزهم كيف أن الأمور انتظمت في مؤسسات الدولة في خلال عشرين يوما وكيف أن من كانوا يخصمونه قد التفوا حوله فتملكتهم الخشية من خروج لبنان من أتوني الحرب والانهيار والاستحواذ على الأدوار السياسية والاقتصادية والخدمتية في المنطقة كان بشير الجميل رجلا استثنائيا في إظهر القدرة اللبنانية على مواجهة من يحاول القضاء على هذه الهوية المتميزة وعلى الحضور المسيحي الفاعل وكان إلى جانب رفاق له أول من وقف في وجه مؤامرة سعت لتحويل لبنان إلى وطن بديل وإلى وضع اليد عليه لتحويله إلى منحق بدكتاتورية عائلية كان بشير الجميل حازما في الحفاظ على الوحدة المسيحية المقاومة أدرك أن الإجماع على القضية هو مصدر القوة ومن هنا انتلق في تأسيس القوات اللبنانية وجعلها مع رفاقه رأس حربة في استعادة لبنان الذي فرطت به التسبيات السياسية الداخلية والخارجية إن كان السوري أو الفلسطيني قدروا يعملوا ببلادنا يلي عملوه لأننا نحن كنا مرتين لم يختلف بشير الجميل ذلك القائد عن أصغر مقاوم في القوات اللبنانية عاش معهم التضحية والشهادة إلى أقصى الحدود فبذل روحه ودماءه وروح ودماء ابنته مايا في سبيل لبنان اختيل القائد ولكنه يبقى حتى اليوم وفي المستقبل بأقواله وأفعاله القدوة والمنارة التي يهتد بها كل مقاوم حر لتحرير لبنان من كل وصاية واحتلال للأرض والهوية بشير الجميل حقيقة بطولة وعنفوان وتضحية لن تخبع نارها طالما رددنا بشير حيفينا قد أمشينا بتعزاق أرسو ندرو قد أمشينا بتعني لك هذه الأيام كنت رفاء مع بشير الجميل بالقوات اللبنانية وبالكتائب اللبنانية قد أمشينا بتعني لك بعد هذه الأيام كتير أكيد هايدي أنا بعتبرها أيام كانت صعبة كتير ومجيدة بذات الوقت وهالأيام هايدي كانت أصعب كتير من الأيام العميشة اليوم مش هينيك الناس أنا وقت قلهم ما لازم تيقسوا لأن إحنا المرأنا فيه كان أصعب في شغلة واحدة بس كانت ضبطة ديك الأيامين كانت فيه البنوكة ماشية ومصيرتك تحطوا مرموكة ترجع بتلاقيهم مش متل اليوم بس غير هيك كانت الأيام كتير صعبة بقى أنا بعتبر أنه هايدي الأيام حقيقة بلشت مع مجموعة كتير صغيرة مع بشير وهالمجموعة هايدي كان عنده هيك الإدرة والأناعة أن نقدر تكمل بهالمشروع هيدا وخلقنا نحنا مع بشير هالمشروع يلي هو تبلور فيما بعد وقت توصل على رئاسة الجمهورية صار يحكى فيه بشكل واضح أكتر وهيدي هي كانت الأهمية تبقى بشير مش ناكوة تأطلق 10452 كم ربع ما كان شعار فارغ هذا مشروع لبنان المستقبل كان قدية نفتقد بشير جميل اليوم كتير كتير أنا برأيي اليوم فينا نقول للي اللي اختلوا بشير أنه أنتوا اللي فشلتوا لأن من بعد 40 سنة صار فيه 60 ألف بشير عم بيحكم مثل بشير وعم بيفكروا مثل بشير وعم بيطالبوا ببشير أنا بستغرب اليوم أنه فيه كتير ناس وفيه كتير شباب ما بيعرفوا بشير لو بيعرفوا القوات لو بيحبوا القوات وفيه كتير مسلمين أنا عم بيجوا يحكم معي مثلا بيقولولي خي خبرنا عن بشير وليش عمل هيك وكيف عمل هيك ونحنا ما فهمناه ونحنا ترجمو لنا إياه غلط بوقتها لبشير إذن أنا بعتبر أنه بشير أول شيء قدر أثر بعده لليوم عم بيأثر وكل فترة وكل محطة نص على رأس جمهور يقول بدنا واحد مثل بشير طيب إذا بشير لأقضي عطي لشو بتكون واحد مثل بشير عكل محطة توصلوا له تاني شيء بشير ظهر خارج لحدود بارح كان فيه بيت كتاب لشان فيه مطرح مات توفى اتنين فرنسيين عم يمضوا كتاب عن بشير صحيح طيب أنه هول اتنين فرنسيين لشو يكتبوا كتاب عن بشير يدفعوا من جايبتهم تحت أيام لو كتاب عن بشير وقت بشير قداش بيعني بعد اليوم للفرنسيين بعد 40 سنة حكيت معهم وحسيت أنه لأ بشير قدر عبا لأن صار فيه فراغ كتير كبير خاصة عن بعدين من بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهى حرب الباردة صار فيه فراغ عقائدة وفكرة بأوروبا وخاصة من فرنسا وهيدا التفكير اليوم فيه جزء منه عم بعبيله ديه بشير مش هنكتبوا لكتاب عن بشير أنا كتير حبيت هيك التفسير اللي عطوني يلي بتحس أنه مش بس بلبنان بس كمان خارج لبنان وقت تحكي أنه بشير طلع خارج لحدود دايما في ناس تأخذ على بشير جميل أنه هو كان على علاقة بالإسرائيليين وهذا كتير بيختوى على الرئيس الشهيد بشير الجميل يعني وأنه كيف الرد على هذا الموضوع أنا بحمل هالموضوع لشريكي بالوطن المسلم تحديدا ليش أنت دفشت نعب إسرائيلي أنا وقت طلع الفلسطيني قال لي أبو أياد طريق الإدس بمرو بيجوني بدي كبكم بالبحر ما فيجيت أنت وقفت حدي وقفت وره الفلسطيني عم بتزقف له الفلسطيني طيب أنا في عندي حل متنين أنا عم بغرق كبوني جربوا يكبوني والبحر وصرت قاعد بالميات يعني مش بس بعد ما غرقت بس تقريبا عم بغرق وما دي دقيدي عم بشوف مين رح يجي يسلقيليها إيجا حد يسلقيها بقول له لأ ما بدي إيها لأ أنا كنت إسرائيلي أو بدي يقول له أنا لأ بدي حافظ على ولادي ومرتي ونظلنا عايشين بهالبلد إذن أنا بحمل هالمسؤولية لشريكي بالوطن شريكي بالوطن وقت تتآمر علي مع الفلسطيني بوقتها ما ترك مجال إلا أن أروح على إسرائيل مش هناك إنه اللي عم بيحكوا فيها هلأ اللغة الخشبية بعده عم يستعملوا على الحديث هلأ لازم يبلشوا يفكروا جديا ليش نحنا دفشنا مش بس بشير جميل نحنا دفشنا كل المسيحيين ما خص بشير جميل كان بالخمسة وسبين كان مسؤول كتير صغير بشير جميل بالهرامية بوقتها وقت تتاخذ القرار على المستوى المسيحيين إنه يبلشوا يحكم على إسرائيل ويقبلوا سلاح وزخيرة من إسرائيل ساعتا ما كان بشير بعضه بمركز القرار بطاتا إذن في حدا أخذ القرار غير بشير هايدي هايدي واحد بس لمعلوماتك بهالمرحلة اللي بلشت إسرائيل تبعت سخيرة وقتها بالستة وسبعين السوريين قلبوا وصاروا يبعطونا كمان سلاح وزخيرة كتير من اللي بعطتهم إسرائيل بوقتها لأن اتناناتهم حسوا وأنا برأيي هون بلشت المؤامرة الفعلية على البنان وأصرنا نشوف إنه تحت الطولة فيه تنسيق بين السورية وبين الإسرائيل يلي هو كان ما بهمهم كانوا يقوى ياسع عرفات بالبنان مش هناك إنه طواطئوا اتناناتهم تحت يضعفوا لياسع عرفات أكيد نحنا كنا يمكن هالأداة إذا بدك لعالأرض نحنا كنا دخلين عالأرض عكلها إذن على كل الناس اللي عم بقولوا هيك خلوا هني يفكروا مالياً وجدياً إذا هالشي هيدا هني فهموه بالأول وإذا بعد معه الحق أمتى بدأ بشير جمير يفكر يعني بتوحيد القوى العسكرية المسيحية وتوحيد البندوقية المسيحية إذا بدنا نسميها هي من بعد ما خلصت 78 هالمعركة الكبيرة طبعا حرب حرب السنتين حرب مئة يوم من بعد حرب المئة يوم ظهر جيش السوري من مناطقنا جونية وكسروين والمتن وكذا وتجمعوا منطقة بعبدة وخارج المتفون بوقتها صار فيه جبهات بيننا وبين السوريين بلشت تركب جبهت الشمال جبهت العقورة جبهت عيون السمين جبهت المتن وصار فيه كل سنة كل سنة جبهات قائمة خاصة بالصيف لعن بالشطة كاننا شوي نرتاح لعن تلش كان شوي يخفف الوطقة الاحتدام والاشتباك بس وقت صرنا نحن بحاجة ان نركب مؤسسة مع لوجستية مع تدريب مع تنظيم حتى تقدر تواجه السوريا اللي قاعدة على حدودك وبذات الوقت بيظهرك فيه عدة مشاكل عم بتصير كتائب وأحرار وكتائب 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 وما بعرف مين وبشري ضد صغرطة فيه ناس حدا قاعد عم بيعمل شيف دوركاس عم بيقصم المسيحيين شقف شقف بقى هوني وصلنا لمحال انه قلبه شي طب يا خي رح ننهار من الداخل رح يجي يفوت السوري قطفى يكون نحن قاعدين ريكعين قدامه يبدو حدا يعمل شي حتى نوقف التدهور اللي حاصل وهيك صر يعني هوني بتدخل أحداث الصفرة بيدخل كمان هي نتيجة هي بلشت هي الشرارة اللي خلقت كل هايدي هو الهجوم من قبل مجموعة من الأحرار بيودي الشحرور عبت كتائب ودي الشحرور وفاتوا لجوة كسروا ومزنصر فيه ممكن شهيد وجريح بوقتها أكيد كل هولي كان فيه حدا عم يشتغلون أكيد ما أخدوا أذن وأمر من الرئيس شامعون بوقتها إنما هيدا الشي كان حاصل على الأرض مع علاقة ما هنه كانوا قاعدين السوريين ومخابرة السوريين قاعدين عراسهم أكيد هنه دفعشون طاية عملوا الشي هيدا تا يزيدوا الشرخ وزيدوا التفريق بوقتها وهيدا الشي اللي خلق هالشارة هيدا هلأ ذكرت حضرتك سبعة طموسبة في شك صارت هيدا هالشتي باك الدموي المؤسف جداً يصار بينه وبين الأحرار إنما بشير كان صادق هوني وقت قال أنا من يجي تا شيل ميليشية الأحرار تركب بحلها الكتائب ويصير فيه سيطرة حزب الواحد على المنطقة اللي عملوا قال نحنا بدنا نخلق مجموعة جامعة بدنا نخلق مؤسسة جامعة لكل الناس يكونوا يحسوا حالهم فيها أنه هن ممثلين وهن عم يشاركوا فيها مش ناك يلي عمله هو يلي نعمل على الأرض ببعض المحلات نعمل ببيت الكتائب بالمكتب السياسي انتشى للبشير من بعض مفاوضات كتير حادة من المكتب السياسي قرار بيضم ميليشية الكتائب وبسيلاح الكتائب إلى القوات اللبنانية وكذلك الأمر طالب نحرص الأرض والتنظيم يعملوا زيب تشي وهيك خلقت القوات اللبنانية فعلياً وهيك الناس فهمت بعدين أنه لا مظبوط يعني بأول مرحلة سبوه لبشير واتهموه أنه عم بيعمل دم مسيحي مسيحي بالمناطق المسيحية بعدين وقت فهموا أنه لا حتى جمع الأحرار كانوا جواب وكانوا ممثلين بشكل كتير أو الأحرار بالقوات اللبنانية ووقت شافوا أنه وقفت التجاوزات ووقفوا المشاكل على الأرض وصار في عنا قدرة نواجه السوريين فهمت الناس أنه لا يا خي هذا جزء كان مهم حتى نقدر نواجه العدو السرتيجي بالأول والوضع المستجد على الأرض وأنا برأيي هوني صدق بشير بالعلاقة على الأرض وهوني لا بد من ذكر شغلة أساسية في شخص لعب دور كتير مهم بهالتوحيد اللي صار عيام القوات اللبنية هو الرئيس شامون الرئيس كميل شامون هالرجل الدولي العظيم يلي عارف كيف يستوعب الضربة لحزبه ولعائلته وعارف كيف يتخطيها للمصلحة العليا تابع لبنان وتابع المسيحيين وأنا برأيي بدون هالبينوم هيدا بشير والرئيس شامون ما كنا قدرنا أعملها لقوات اللبنانية يلي كاعنا على رأسها بشير جميل طب أنت وقت فطو يعني كان الانتقال سهل من الكتائب للقوات اللبنانية كان فيه شروط لحتى تنخرطه في القوات اللبنانية ايه أكيد لا ما كان سهلا في كتير ناس رفضت في كتير ناس رفضت من الكتائب بدأتظل لكتائب ما بدأت تروح للقوات اللبنانية يعني كان بدأت تشيل انك انت الكتائب وتحط والجمسية ويصير فيه ايدنطيج جديدة هوية جديدة إذا بدك لهالعسكر اللي عم يجي في ناس كتير ما قبلتها وفي ناس تي رفضت وفي ناس رفضت بالأحرار كمان نحنا لا نحنا ما بدنا كمان من الفوت إذن ما كانت سهلة بالأول بس بعدين الوقت شايفه إنه حقيقة صرنا ما نعرف مين جاي من الكتاب، مين جاي من الأحرار، مين جاي من التنظيم، مين جاي كذا صرنا الشخص بـ قديش بيعطي وقديش كان على الأرض قوي وقديش كان يخد دورات هيدا إذا بدك صار تتميز الشخص من الآخر ما عد فيه انتماء ومنين جاي كان الانتماء والأساسي في شغلة تاني هون بحب زيدة بشير فرض عكل الكادرات اللي فاتوا على القوات الليبنانية يعبوا إضبار من أين لك هذا كان بده من الأساس يفرجي لكل الناس إنه هيدا النمط اللي أنا ماش عليه يلي هو الأخلاق، يلي هو ما في محسوبيات يلي هو ما فيك بكرة تجي تقلي أنا وردت هيدا من بيخ أنت ما كتبت على الورا ما كانت عندك شي من بيكين أو أرض أو كذا وإلى آخر كيف صار معك سيارات وكيف صار معك بيوت وإلى آخر والصورة هيدا كان كتير بهمه وبشير إنه تعرف القوات جسد وروح جسد تنظيم وتدريب وأجهزة مدني وأجهزة عسكرية بس الروح بأهمية الجسد الروحية يعني نحن بده نخلق إنساني جديد بهالوطن لبنان المزرعة اللي كان نسميه هو لبنان المزرعة بده نعمل لبنان المؤسسات لبنان الدولة، لبنان الهيبة الدولة لبنان اللي فيها مواطن لبناني قبل ما يكون روم أو مرونة أو سنة أو شيعة أو كذا هيدا كان إذا بدك الهدف يلي كان حطه بشير قدامه ويلي كان هو عم يرهن عليه مشانه كان كتير بهمه إنه أنا بيلي بدي أحكم هالمنطقة بعدين إجت رئاسي الجمهورية هلأ، تقلنا رئاسي الجمهورية بعدين بدي فرجة إنه نحن خلقنا نمط جديد من الحكم بلبنان يلي هو مبني على الكفاءة، مبني على العطاء، مبني على نظافة الكفر، ومبني على الانضباط بالشرف هيدا شغالي كتير مهمة، هون بين هلالين الخبر الخبرية هلأ فرجته بالرابورتاج الإغتيال تبع بنته مايا بنته مايا ميتت بسيارة مرسيدس خضرة، تبعيته هو كان يومتها بزن صاخن، أخذوه عم بيخذوه عند الحكيم لمايا وفكروا يلي هيدا أنه هيدا بشير، وفجروا السيارة ورحت بنته مع المرافقين الاتنين يلي كانوا معه هيدا السيارة نحنا كان عنده بشير، شغلي إنه هولي شباب اللي شبيحت البئمات والمرسيدسات هولي بدنا نحلص منه، كان هنا هيك عنده محط كلام هونيك نهار نحنا عنيهوك عنده رونوساز تايكس كنا بالمجلسة حربية، فات بشير بالمرسيدس الخضرة وقف لي إنه هنه شو مرسيدس؟ في شي، وصل بشير صف تحت المبنى مالحق وصل دقة إزيس، سوكرتيرته، يلي بشهلة تحية هون إلي إزيس طلعوا لعن بشير، طلعنا عن بشير، شرح لنا كيف اشترى مرسيدس إنه هاي مستعملة، وعن بقصتها، وفي فلان الفلاية تانية صاحبنا يعني هو هكي اسمه إنياس يلي يكون هوا عم بحط بشير وبحل إشياء اللي يحق له أموره المالية كمان خبرنا إنه كيف عم بقصت السيارة حس ع حيله بشير إنه مجبور يعطينا جواب من إن إجت السيارة طيب فيه كمان حادثة يعني مش حادثة باسمه أنا صراحة ما عندي كتير تفاصيل عن الحادثة وعلمرحلة هيدي بس ما في شك انه كان في احتدام بين اتنين وهالاحتدام هيدا بلش وقت طلع صار في خلوة للجبهة اللبنانية وعلى شي محالي ممكن باهدن او بصغرطة وطلع الشيخ بير وقته واجهو صغرطة ويزق فولو كذا وضيق رئيس فرنجي وقته وخلقت اذا بدك شوي هالبعد وصار في تجاوزات على الارض معجود البيع الاخرين وصارت قصة الاهدام هون السؤال طب يا خيه طب مين كان عم بيعم بيشتغلها هيدا؟ يعني كان في ناس عم بيشتغلوا طي يوقفوها بس في ناس كان عم بيشتغلوا تحتها تحتها هكي يضل هالشرخ موجود وكيف انه كل هالشي اللي كان عم بيشتغلوا تنهار الشباب ما كان في هالانضباط اللي بيفك فيه كان بتجمع ناس من هون ومن هون بتجمعهم وتروحوا وتعمل هكي يعني كان معنا نحنا بزهنية اذا بدك حرب السنتين يعني بتجيب ناس منها تضيعوا منها تضيعوا منها تضيعوا بتجمعهم مع بعضهم وبتروحوا وهالناس في عراسهم رئيس الزعيم طبعهم يعني كيف انه ما كان في هالهرامية المنظمة كذا الاخرية وهيدا الشي اللي ما بيخليك تقدر اول شي ينضبطوا الشباب مثل ما لازم بس تاني شي طب كل هالهمروجة كل هالحكة وهال بدر كمية واحد يعني راحوا انه السوريين انه مش طلقوا لهم يعني وانه كانوا قاديين جوا السوريين وليش شلوا الحواج للسوريين وليش فتحوا الطرقات عرف كيف انه فيه بمكان ما لازم نرجع هيكي هيكي نلقي النظر على هالحادسة اللي صارت بشوية هيكي بعد حتى نقدر شوي نفكر جديا كيف كيف يعني استعملنا اذا بدك لنا سوا وكيف كان في ناس عم يشتغلوا بشكل منظم حتى يكسروا بهالهاللحمة المسيحية اللي كانت موجودة يخلق بالستة وسبعين طيب بشير جميل يعني انتو سنت اتنين وتمانين كنتو دغري شفتو بشير جميل رأي جمهورية ايه اكيد من الثمانين بلاش نفكر فيها بعملنا خلوة بسايدة البير باواخر الثمانين وبلاش نفكر طيب انه شو الحل شو الحل ضلنا الى مالاني هي بحالة حرب بحالة احتلال شو الحل باخر طيب وازا بدك وصلنا لمحال انه طيب بدنا نوصل لهون بدنا نعمل ننفذ المشروع طيب كيف ننفذ المشروع مين احسن ظلم يتنافذ هالمشروع بشير جميل اوكي هتا نشتغل هد من هلق لها الاثنين وتمانين لان كان في استحاق الاثنين وتمانين هو رئيس الجمهورية صحيح بكنتو بغض النظر عن الارتقاب الاحداث يلي ممكن تصير اكيد من احنا بالاخر انت مش عم تعمل راكسيون ردة فاعلة الاحداث انت بدك تجرب تبني سياسة لان ما فيك تقضي وقتك انت ناطر بس تشوف شو رح يصير تتعمل ردة فاعلة لا بدك تجرب تعمل انت تكون انت الاساسي الفعل لحتى تبني شي باخرة نهار يعني كان القرار متخذ انه يكون بشير جميل رئيس الجمهورية بغض النظر عم يوكي يحصل من تطوره اكيد انه اذا وصلنا الاثنين وتمانين بدنا نجرب من هلالوقت يكون بشير جميل مرشح لرئيس الجمهورية لأساسي نعم كنتو بتتوقعوا هالقد للعالم تلتف حول بشير جميل بعد انتخابه رئيس الجمهورية لا صراحة لا صراحة لا يعني اتفاجأنا وفي ردة فاعل عفوية في نجرب يقولوا ايه حدا عم يشتغلها من تحت لتحت ايه من تحت لتحت ايه بالقول صار فيه ردة فاعل من الناس وعكل حال ترك المسؤولين اللي اجوا لعن بشير هلنو خلنا نترك هلنو هيدا تنقول بس الناس الناس يلي كانوا على الارض يلي بلشوا يروحوا على الدوائر العقارية بش بس بالمناطق الشرقية بالمناطق الغربية كمان بلشوا ينتزموا وبلش يجوا على الوقت وبلشت البوليس يجع ياخد هيبة هيدا لحالة بتدل قديش كان وقع بشير على كل الناس بش بس على المساهيين وانا برأيي هيدا اهم من الزيارات المسؤولين السياسيين اللي اجوا لعن بشير تيهنو كيف لمستو يعني هل تبدل بالموقف اللبنانية غير قصة انو الناس صارت تروع على الشغل والناس صارتت يعني حصت انو فيهايبة بس انو هل حصيتو انو فيه تفاعل شعبي مع بشير جميل غير عند المسيحيين ايه بالفعل هيك لان خاصة هلأ ما في شك انو في بعض المحلات خاصة عنده بالجبل محلات اللي كان فيها الدروز اللي كانوا على تواصل مع المسيحيين وكذا حصينا انو فيه هيك مثل ارتياح انو انو لأ صار فينا نجع نبني شي سوا نحنا بهالموضوع هيدا ويعني اللي نحنا حسيناه انو خاصة بعدين وقت صار فيه الاشتيح الاسرائيلي وبشير عطى امر انو ممنوع نحنا نقوم باي عمل عسكري يفسر انو نحنا فيه تواطق بينه وبين اسرائيلي نحنا بالاركان كنا محاضرين مشروع حتى اول ما يصير فيه خربطة وينضرب الجيش السوري ويصير فيه ضعضع بالجيش السوري نحنا نطلع من منطقة بسكنتا كان عاملين تلاتة اكس نفوت على المنطقة نوصر على الترشيش ونزع على زحلة كان عنا هاجس نرجع نفتح طريق زحلة نحنا وكان كل شي محضر والشباب محضرين والعدة محضرة وكل يعني كل شي كان مهيئ لاشيه هدا رفض بشير رفض تام انو هيدا بكرا انا هلأ رئي جمهوري بكرا منعملها بالجيش اللبناني ما بق فيه ما بق فينا نحنا نظلنا نقول نحنا مليشيا منا نظلنا نعمل ونطلع الاخري هيدا شغلة كتير مهمة هيدا وشغلة تاني وقت صارت هيدا وبشير قرر يفتح الحواجس يلي كانت موجودة بوقتها تيترك الناس يلي كانت موجودة بالمنطقة الغربية تقدر تجي تهرب بين الأصف وكذا صارت تجي كتير ناس على المنطقة كان مو صر بشير انو متبهوا هالناس اللي عم يجوا ما معهم يمكن مصاري وما معهم كذا ما معهم يقدروا بيقضوا بيقضوا بيقضل مش كلهم معهم يقدروا بيقضل ويقدروا كذا بتكون ساعدون وهون اتحولت وقتها الهائة الشعبية وكذا لحتى ديقدروا يستوعبوا هلكم الهائل من الناس وانا حكيت مع الناس بوقتها على الأرض يعني حسوا في واحد قال لي خي انا ما بقى حس انك انت عدو الحكي تبع بشير والطريقة اللي عم بيحكينا بشير فيها انا حسيت انه هيدا هيدا صار بيمثلني كمان شنك انا حسيت حالي بشكل طبيعي وطلقائي اجي على المنطقة الشرقية وما بقى خايف انا من سر تشهر كنت خايف اليوم ببقى خايف انا بقى انا هيدا اذا بدك بتخليفك انه اوه لكان في شي تحول صار بالتفكير عند الناس واللعوة لا وعي عند الناس وعند اللبنانيين جميعا يلي بيخليوني يفكروا كان بشير جميل يريد ادخال القوات اللبنانية في الدولة اكيد مش بس كأجهزة العسكرية بس كمان الأجهزة المدنية طبعا القوات اللبنانية لان هو كان بده انه انا جاي عنده مشروع بشير مش بس كي بده ننظم الجيش لا كي بده ننظم التربية لا كان كتير بهمه بشير كان دايما يقول بده ابعت ولاده على الجامعة اللبنانية وعى المدرسة الرسمية مشانيك بده ايها المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية يصيروا احسن المدرسة الخاصة والجامعة الخاصة هيدا هاجز بشير كان بده اصير جامعة اللبنانية فيها روشارش وفيها ميزانية لحتى يقعدوا يعملوا يجيب الدكاترة من كل العالم نصير يعني كان هيدا الحلم تابع بشير إذا بدك يحول لبنان لأهم منطقة بالشر الأوسط هب كبير للاختراعات لكل هالإشي اللي ممكن تجي بالإشية الجديدة والهاي تكنولوجي والآخرة هيدا كان إذا بدك الهدف تابع بشير مش هنيك إنه كان بيهمه إنه يفوت هالشباب هالنفس ليقدروا مش بس العسكر يعني تعالى قوات لبنانية مش بس العسكر كان عارف ما في يفوت كله الناس عالعسكر عالجيش أو عالدرك أو عالأمن العام بده يفوت كان جماعة الجروب جمع معه على الوزارات وعلى الأجهزة المدنية كلها سوا بالدولة اللبنية كان بيهمه إنه هالاختصاصين اللي جايبوهم بالتربية يرجع يفوتوا على وزارة التربية هيدا إذا بدك هدف تابع بشير كان بده هالبزري يخلقها بالقوات كمان ترجع يكبها بقلب الدولة اللي يرجع يخلق نفس الحماس ونفس الروحية إذا كانت الخشي من اغتيال بشير الجميل قال كتير كتير كلنا كنا عايشين بهالهجس يعني حرام الرئيس ساركيس بعد نفيه قاله قاله بشير تع عوض بالأصر وما بقى تهز وخلي كله نستجل عندك بس هيدا بشير بده يروح يتشكر الكتائبيين هلي هني عملوه بيت الكتاب للشرفية اللي من هونيك انطلق بده يروح يتشكرهم والثلاثة ساعة عربعة شو هكت عمل هذا بشير يعني بعمل روتيني ما في هذا العمل روتيني والاغتيال بيصير بعمل روتيني طب شو في حدث بتتذكرها بيعني بعد اغتيال بشير الجميل بتفرجي انو ناس كانوا ضد بشير جميل صاروا معهم في قصة قبل ما صار 13 نيسان قبل بشهرين تقريبا وقت مايت معروف ساعة انا كنت مع اثنان من رفاق ليس الزيك واحد اسمه فريد كنا قديع ندرس وبنا نروح ناكل صاندويش بقى كان وقت مايت معروف ساعة نحنا معرفنا توفى معروف ساعة وسكروا الطرقات وحرق دوليب بقى نزلنا نحنا بسيارة ليس الزيك بجوة 44 كانت وما عدنا نعرف كيف دا نوصل على محل كنا رحين محل تابع صاندوشات وكذا سنروح نزوري بين الدوليب وكذا وإلى خريق وقفنا قدام البربير هونيك وقفنا مجموعة تابع لعصام العرب تابع لأبو حسن السلامي لفتح بقوم هونيكي بيشوفوا انو كان في معنى بالسندوق السيارة صوى للشيخ بيير وبوستيرات كتاب وكذا حاصلت قصة طويلة يعني ناكل بدن بيعجبوا خاطره وبرجعوا بعدين بيسلمونا لوقت رشيد الصلح هادي كانت قبل للحرب بعد ما كانت بلشت الحرب من بعد ما توفى بشير بقره هونيك نهار انو طلع عيسام العرب حط اكليل زور على دريح بشير جميع عمى كشو جيب لكيبا من اوصان هون با هيك طيب اخر سؤال اليوم قداش نحن بحاجة لعبشير جميل بانتخابات بأس الجمهورية لكن دايما يقول بشير اذا من بعد بشير وكنا نقل له خي ينتبه وكذا قالنا اذا من بعد بشير ما اجا ستين الف بشير وراي عمرا ما تكون هالمؤومة يعني شو هالمؤومة بس عبشير ريك بيع عبشير لا تركب عبرات بشير وانا براقي فيه اليوم صار ستين الف بشير عم بفكروا مثلو وبيحكوا مثلو نطروا هذي الحكينية بالاول بقى انا برأيي هذا بيدل انه بعد احنا بحاجة لواحدة البشير بس هون هلا بالتركيب الحالية يعني بشير كان فيه تركيب شي وبعد الطيب صار فيه تركيب شي تاني هون بد نبلش نخلق مؤسسات مش بس اشخاص لازم نتعلم ان الاشخاص بيصلوا شي او ما بيدوموا او بفلوا لازم نبني مؤسسات وهالمؤسسات هي تحمل القضية وهالقضية هذي لتوصل بده يكون المؤسسات مبنية على تداول على السلطة ويكون فيها المؤسسات هذي فيها مشروع واضح تخلق قضية تخلق حوافز لان باخرة نهار لازم هالمؤسسات هي تطلع قادة جدد يكفوا تيحملوا هالقضية دكتور فؤاد ابو نادر شكرا لك على مشاركتنا بهذه الحلقة اهلا وسهلا فيك ومشاهدينا ايضا شكرا لكم وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة